عادت إلى الانتعاش صناعة الأسلحة في شرق أوروبا بوتيرة لم تجهدها منذ حقبة الحرب الباردة هنا في بولندا تحقق المصانع أرباحاً متزايدة بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا بنادق ورشاشات أهلية وقذائف مدمعية تصنع هنا هذه بالطبع فرصة لصناعة الأسلحة هذه فرصة لنا وللشركة لأن المنتجات التي نعرضها للبيع جيدة بكل بساطة لا أحد لديه أي شك في أن بنادقنا هي سلاح عظيم يزود الحلف الأطلسي كييف بالأسلحة والمعدات العسكرية منذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا شهر فيفري الماضي بعد نفذ المخزونات الأوكرانية من الزخيرة والأسلحة كما استغلت دول في أوروبا الشرقية كجمهورية تشيك وبولندا رفع قدراتها الإنتاجية من ناقلات مدرعة إلى أمريمة جوية بدون طيار بالنسبة لصناعة الدفاع تشيكية هذا العام سنسجل رقماً قياسياً مطلقاً في تصدير العتاد العسكري بل يتعلق أيضاً بالجودة إن أوكرانيا تلقت ما يقرب من 50 مليار كورونا أي 2.1 مليار دولار من الأسلحة والمعدات من شركات تشيكية إن صادرات الأسلحة تشيكية هذا العام ستكون الأعلى منذ عام 1989 وحققت أوروبا أكبر نمو في تجارة الأسلحة خلال السنوات الخمس الأخيرة حسب معهد ستوك هولم الدولي لبحث السلام الذي أكد بلغة نسب نمو صناعة السلاح 19% ومن المتوقع أن يتسارع النمو مع إعلان عدد من بلدان القارة تعزيز التسلحي لا سيما مع تأزم الوضع في أوكرانيا